دواء دوفستون واستخداماته في هذا الفيديو ستتعرف على دواء دوفستون واستخداماته سنناقش الفوائد المحتملة والآثار الجانبية وموانع استعمال دوفستون سنقدم أيضا نصائح مفيدة حول كيفية استخدام هذا الدواء بأمان دوفستون دواء يستخدم لعلاج تقلصات الدورة الشهرية والنزيف المهبلي غير الطبيعي وأعراض أخرى لاختلال التوازن الهرموني إنه يعمل عن طريق منع عمل بعض الهرمونات التي يمكن أن تسبب عدم الراحة أثناء الحيض ويمكن أن تساعد في تخفيف بعض الألم المصاحب استخدامات دوفستون واحد استخدم حبوب دوفستون لعلاج الترابات الدورة الشهرية الناتجة عن نقص هرمون البروجستروين في الجسم اثنان تناول دوفستون للمساعدة في استقرار الحمل لدى النساء اللواتي يعانين من مشاكل الحمل ثلاث تناول دوفستون لتقليل آلام الدورة الشهرية والتقلصات المصاحبة للدورة الشهرية 4- تناول دوفستون لعلاج الآلام المصاحبة والنزيف الشديد أو انقطاع الطنف 5- تناول دوفستون لعلاج النزيف غير المنطظم وعسر الطنف وانقطاع الطنف 6- استخدم دوفستون لأنه يحاكي عمل الهرمون ويساعد على استقرار الحمل لدى النساء اللواتي يعانين من مشاكل الحمل الاحتياطات عند تناول دوفستون 1- دوفستون دواء بديل للهرمونات الاصطناعية يؤخذ عن طريق الفم مع الطعام أو بدونه 2- يجب تجنب القيادة وتشغيل الآلات بعد تناول هذا الدواء حيث يمكن أن يسبب الدوخة 3- يجب على النساء إبلاغ الطبيب قبل تناول دوفستون وإجراء فحوصات جسدية منتظمة مثل فحوصات الثادي والحوض والأشعة السينية وفحوصات ضغط الدم 4- يجب تناول دوفستون من قرص إلى قرصين يوميا اكتداء من اليوم الخامس من الدورة 5- يجب مناقشة التفاعلات الدوائية بين دوفستون والأدوية الأخرى مثل المضادات الحيوية مع الطبيب قبل تناول هذا الدواء 6- من المهم تخزين دوفستون بشكل صحيح وفقا لتعليمات الشركة المصنعة 7- في حالة الاشتباه في جرعة زائدة من دوفستون أطلب المساعدة الطبية الطارئة على الفور أو التصلي بالطبيب للحصول على المشورة 8- الآثار الجانبية لأخذ دوفستون قد تشمل الغفايان والتقيط والصداع وآلام الثادي أو تضخمه وآلام في البطن وتغيرات في أنماط نازيف الحيض أو مدته 1- قد يؤدي تناول دوفستون إلى صداع وجفاف الفم وكثرة التبول والعطش وفقدان الشهية وزيادة الغفايان والقيب 2- على المدى الطويل قد يؤدي تناول الدواء إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي وعدم انتظام الدورة الشهرية نأمل أن تكون قد استمتعت بهذا الفيديو عن دواء دوفستون لا تتردد في مشاركته مع أصدقائك وعائلتك وإذا كانت لديك أي أسئلة حول دواء دوفستون فلا تتردد في التواصل معنا شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة